هذا وعلن وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة عن بدء الوزارة في توزيع مشروع شقق اللوزية الإسكاني ضمن جدولها الزمني الذي وضعته لتوزيع 4200 وحدة سكنية في كافة محافظات المملكة تنفيذا لأمر صاحب السموم الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وفي طار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السموم الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر وأكد أن خطوة التوزيع التي جاءت عقب تقدم نسب الانجاز بالمشروع مشيرا إلى أن عملية التوزيع ستتم على دفعات متتالية لتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري وأوضح وكيل الإسكان أن مشروع اللوزي يعد أحد المشاريع الحديثة في المحافظة الشمالية مؤكدا أن الوزارة تشهد في الوقت الراهن تنفيذ الجيل الخامس من نماذج عمارات السكن العمودي في مختلف المواقع المخصصة لبناء العمارات السكنية وأن تطويرها جاءت لتتوافق مع احتياجات المواطنين فيما يتعلق بالشقق السكنية التي تنفذها الوزارة وأضاف أن وزارة الإسكان رصدت زيادة كبيرة في الإقبال على مشاريع شقق التمليك التي تنفذها الوزارة حاليا لا سيما بعد تطوير نماذج البناء في العمارة السكنية وزيادة مساحتها بدأت وزارة الإسكان اليوم بتوزيع الوحدات السكنية في مشروع اللوزي الإسكاني تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوزيع 4200 وحدة سكنية طبعا مشروع اللوزي الإسكاني تكون من ست عمارات فيها عدد من الشقق الإسكانية مبنية على أساس نظام A.K.A عن شقق التمليك اللوزي هي من الجيل الخامس من شقق التمليك في وزارة الإسكان وطبعا روعية فيها أنها تتناسب واحتياجات المواطن البحريني وسيستمر هذا التوزيع إلى نهاية هذا الأسبوع